السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى تكونوا باخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم هي وصفة زوينة بزف ولكن ماشي خديتها من كتاب ديال التجميل ولا عرفتها عن طريق مدرسة ديال الحلقة والتجميل اللي كنت فيها لا هاد الوصفة غزالة بزف عرفتها من جاراتي من صحاباتي ومن البنات اللي كانوا معايا في المدرسة ديال الحلقة والتجميل كانوا كيديروها بنات الصحراويات البشرة ديالهم مسقولة اش كتعني مسقولة كتعني انها ليس صافية وموحدة في اللون ديالها ولو تكون لبنت الصمرة كيهوما كيديرو هاد الوصفة هكذا وصفة موروطة عندهم كيديروها الكبار والصغار بنات صغرات وعيالات حتى مفق خمسين عام سستين عام كيديروها هاد الوصفة رها رائعة بزف انا دخلت على بعض تعديلات اللي غنقولها لكم وانا كندير فهاد الوصفة كيفما كتشوفو حطي الجوج ديال الواني فاش غندير هاد وصفة انا غنديرها على الجوج ديال المرات هاد المكون الاول اللي كيديرو فيها هو دوليبران دوليبران في بزر ديال انواع مثلا هاد بالفيتامين السي في هاد البغاسيتامول هاد البغاسيتامول هاد الفقاني الكبير عندي في خمسمائة ميلي جرام والاخر الف ميلي جرام متوما خودو اي بغاسيتامول كيفما كان كيلي كتكون هاد البغاسيتامول كيكون ابيض بكيكونش فيه الفيتامين السي انا اللي حصل عندي هو هاد اللي فيه الفيتامين السي ومن الاحسن انه يكون فيه الفيتامين السي لانك تعرفوا فيتامين سي هو بحد ذاته راه مبيض ومواحد لللون تبعوا معي هاد الوصفة راه هزوين بزف وانا غنديرها على جوج ديال المرات لانا ممكن يدروها على مرة واحدة انا بغيت واحد المكون ما نديروش بالنسبة للوجه يعني لكن تغدير هاد الوصفة الجسم ديالك ووجه واحدة تديري هالوجه وحده تديري هالجسم ديالك المكون التاني اللي غنضيف هو الماء اي سائل انا هنا استعملت باش جيني الوصفة زوينة بزف عرفين المورد والدور دياله في التوحيد اللون تصفيه في إنعج ديال البشرة اذا انا غدي ندوبها هكذا كل القرص غدي ندوبه بملعقة كبيرة ديال المورد ما عندك شديري الماء واحد درت فيها غير ملعقة واحدة هو هذا الاخور شي ملعقة وتقريبا ونصف اذا غنخلي هاد اللي في ملعقة ونصف باش نديرو الجسم يعني تلك كل كمية اكثر بسرعة هاد 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 البغاسي طامون او هاد الدولي بران راه فوار بسرعة غدي دوب انتي كتزيدة كتبقي تخلط غير واحد شوية ديال الوقت هكذا باش كتسرعي فقط باش كتسرعي اما إلا بغيتي غدي دوب بحديتو را عدي تحطيها هكذا تديري وتخليه وتخلي حتي دوب مزيان وهي اللي رجعي لي غدتبقي هكذا تحركي فيه كما كتشوفو قدلكم هاد اللي فيه كمية قليلة ديال مورد هو اللي غدي ندير الوجه وهذا اللي فيه كمية كثيرة كيف ما كتشوفو هو اللي غدي ندير الجسم ديالي اللي فيه كمية قليلة غتقدر تديريه للوجه ونصدر ديالك اللي فيه كمية كثيرة للجسم انا هنا الطريقة باش نزرب خديت هادك الطرف اللي بقى عندي ديال القرص وبركت عليها هكذا كيف ما كتشوفو راه ولا ساهل ارتب لف الوصفة الاولى ولف التانية بسرعة صافيها وذاب باش ما نبقاش نساين هو كفوار الكمية ديال الوصفة شفتوها دابرة هكتر لانها فائرة في الاخر كيترجع بحال شكل ديال الحليب كيطلع وكي عود يهبط المكون الثاني اللي غدي ندير وكيتلائم مع هاد دوليبران هو النشا ضروري ما تديري النشا إلا ما عندك شنشا ماشي مشكل نديري واحد لميل عاقة صغيرة كيف ما هكذا ديال الدقيق كيلي كنقولولي إحنا ندقيق الفورس ندقيق البيض ديال الحلويات ديري ملعقة صغيرة صافة وخلطها بحالها كذا رهما كيتبانش لا دقيق ولا نشا ما كيتبانش ما كيتبانش ما كيتبانش ما كيتبانش عدنا عجينا للا لانا الكمية قليلة وليانا عدنا دوليبران 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 كيخليهاش تلسق مع بعضياته وديرنا بحال انباتيلا هو فقط نشا كيولي مبيض كتولي الوصفة مبيضة مكوين الثالث اللي غادي نضيف هو الياورت إلا ما عندكش ضيفي هاد الجوب المثلت ولا المربع أنا لأن الجوب كيكون في أغلبية المنازل الياورت هاد المسوس انا كيكون عندي بزاف لأنني كان ناكل هكذا هاد الياورت مسوس كندير بوصفات الناس ما كيكونش عندهم هاد المسوس كيكون عندهم الحلوغ خصوصا لما كانش يحد في الدارة في عندهم مرض السكر راح كيكون عندهم العادي الياورت العادي إذا بلا ما تشري لكن عندك الجوبن أنا إكس بريدر جوج ديال الجوبنات باش ما غاديش تضطري باش تشري الياورت المسوس إلا عندك داري ملعقة كبيرة في كل آنية يعني زيدها لكل وصفة ديال الياورت المسوس إلا عندك هاد الطراب صغور هكذا خلطي بها راكي خلط مزيان بزف زف ولكن أنا دبك ما كتشوفوه رابطة اشي شوية لأنني خسني بتدلو الحجرات إلا ما عندكش خلطي هكذا أنا خلط غير بالملعقة قطعت الفيديو قطعت الصوار حتى خلطتهم مزيان وهو ما مخلطين زوينين أعلاش أنا قسمت على جوج لأن هاد الوصفة الصحراويات كي يدرو فيها هاد الماديا اللوكسيجين ضروري ما تدري لجسم ديالك ما كيخصر والوالو وشي لك أنا عندك الركاب يكحلين وفيهم لا تراص ولا الكعاب ولا أي منطقة المرافق وش غادي تدري لي هاد غادي يدرك لا را ما غاديش يدرك بحركة حييتك شوية ديال الاسميرار اللي كي يكون ملفوق ديالك القشرة الميهيتا اللي كتكون حمارة بزف بحركة حييتها راه هادار ما كيضرش ما تدريش غير السطر ديال كل وجه ديالك أنا دبت هنا جوج ديال الملعقة قصعة كيف ما كتشوفوه هذا ضروري إما تسع في الميهة الأحسن تسع في الميهة خصوصا لك أنا عندك المناطق بونية بزف سودك حيلا بزف ولا ستفل ميهة دير انت اللي بغيتي ديري إلا درتي تسع في الميهة ديري بحالي جوج ديال ملعق صغر بلا ملعقة كبيرة إلا درتي ستفل ميهة ديري ثلاثة ديال ملعق صغر لأن الستفل ميهة يكون ديالي على ديال تسع في الميهة تسع في الميهة كيكون مجهد شوية صافي هادا ما درت ليش هادا كبغين ديرو للوجه إذا ما تدريش له الوجه كيف ما قلت لكم ولا الصدر راكين اللي بناتلي كيبغيوا بيضوا الجسم ديالهم كامله وكل نفتنا في هاداك المرحلة ديال فاش كنكونوا صغار كنبغيوا نكونوا صغرات كنبغيوا نكونوا زوينات كامله يعني جسم ديال كله يكون بيض في هادا الوصفة تبجوج ما تضيفوش هادا الوصفة مكتشربهاش البشرة ديالنا ولكن الزيت ولا هادا الغليسيرين ولا اي زيت اخر زيت لوز زيت لابوكا غادي نديروه من بعد غا نقول لكم كيفاش غا ندير ليه هنا غا نضيف واحد الكريم اللي يكون مرطب انا عندي هادا نيفيا ولا هادا نيفيا الصوفت هادا بقي غا ما مفتوح بقي جديد لانا كنشري هادا نيفيا الصوفت وخصصا ديال العلبة غير ما لقيتوش عند هادا كلي كنخض من عنده وخضيت هادا هادا هاد الشكل انا هنا غادي نديري لك ان عندك هاد الحليب ديال نيفيا راكي جراء عوزوين بزيف ومهم ديالي شي كخيم يكون يضغطون حليب هاكدا كريمة مرطيبة دياليش حاجوه ما تديريش الزيت ضيفيش حاجة بحال هكدا هاديك اشكي تدير ماشي هي اللي كتبيض لها عليا اللي كتبيض لها في وجود التنصف فى جلده ديالنا في اللي بيشرة ديالنا يعني فاش كتديري واحد الكريمة ماشي يضغطوه راكي تدهني بسرعة بحالك ذا كيدخل في البشرة ديالك اذا انت احنا هنا بغينا هادا كليا في موك بده كاللي فكروة اللي في نيفيا وداك مكونا في نيفيا وقدmy يدخلنا بسرعة و ستشرب لنا البشرة و ستستفيد منه تقريبا نفس المقونات مع هذا لا اكسجيني و لا اكسجيني الطريقة هو ان البشرة من الوحدة الناس بجرد مصادر لا اصبح مصادر مصادر بجرد ريع تقريبا يتم بنفسها او هذا القشرة تجعلها تقريبا تقريبا لن نسعى حتى الجسم كامله اما بالنسبة لبشرة حتى هي زوينة وضعها تدخل لا تدخل حتى الجسم و لا تنسعى حتى الجسم وغسلها هذه الوصفات سحراوية لن نسعى وصفات لن نتعلم وصفات 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 يجب أن تغسل كريم وحليب وزيت و لا يجب أن تغسل ولن تغسل تغسل وضعها ومعها ونحن تغسل ومن الوصفات من الوصفات أول كتب النتيجة سلام عليكم ورحمة الله